اثار استشهاد الرضيع الفلسطيني علي الدوابش حرقا بأيدي المستوطنين اشعل النار في منزل عائلته في بلدة دوما جنوب نابلوس اثار موجة واسعة من الاستنكار عربيا ودوليا جاء ذلك في وقت قررت فيه القيادة الفلسطينية طرح مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي حول الجرائم الارهابية التي يرتكبها المجموعات الاستيطانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني مزيد من التفاصيل في التقرير التالي نالت الجريمة التي نفذها مستوطنون اسرائيليون في بلدة دوما جنوب نابلوس اهتماما دوليا وعربيا كبيرين وسط ادانات واسعة للهجوم ودعوات لمحاكمة المسؤولين عن الاعتداء الذي ذهب ضحيته طفل رضيع حرقا نتيجة اطلاق الحكومة الاسرائيلية يدى المستوطنين في الضفة الغربية لم تتأخر ردود الافعال القوية عن حادثة استشهاد الطفل الفلسطيني علي الدوابش حرقا في منزله حيث دان الامين العام للامم المتحدة بن كيمون الاعتداء بشدة واصفا اياه بالعمل الارهابي واعتبر ان العجزة المستمرة في انهاء حالة الافلات من العقاب لاعمال العنف المتكررة التي يرتكبها المستوطنون اوصلت الى حادث جديد رهيب والى موت طفل بريء وفي بيان لوزارة الخارجية الامريكية دانت واشنطن باشد العبارات الهجوم الارهابي الوحشي الاتحاد الاوروبي طالب بعدم التهاون مع اعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون ومن جهة اخرى اعرب اعضاء مجلس الامن الدولي عن غضبهم الشديد وادانوا باشد العبارات الهجوم الارهابي وزير الخارجية السعودي عادل جبير عبر عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد لهذا العمل الذي تم من دون وازع من اخلاق او ضمير او انسانية محملا سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسئولية عن هذا العمل وفي ذات الصياق اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ان القيادة ستجهز ملفا حول جرائم الاحتلال وجريمة قتل الطفل الفلسطيني علي الدواب شحرقا على ايدي المستوطنين وستتوجه به فورا الى محكمة الجنايات الدولية كما قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي حول جرائم الارهابية التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني والنشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة اذا ادانات واسعة لاناس لا يحسبون في مصاف البشرية لا من قريب ولا من بعيد فمن يحرق طفلا او اي نفس بشرية لا يمكن تبريرها في اي عقل او منطق او مذهب او دين